طب ايه الوصايا يا رب اللي انت قلتها وهل ايه وصايا صعبة ولا سهلة قال لما جاي سأله الواحد قال له اعمل ايه الحل ابدية قال له لا بسيطة ايه الوصايا اللي عندك اهل لحلة بنقول تحب الرب اليك من كل قلبة كل فكرة اهه كويس وتحب قريبك مثل نفسك بعد كده سأله عن من هو القريب فقال له مثل السامري الصارح اذا الوصايا الله سهل قوي والايمان بسأله السهل جدا جدا وزي ما احنا بنقوله بالبساطة دي طب ايه حكاية تحب الرب اليك من كل قلبك انا لو حبيت ربنا هحب اعود معاه يبقى هصلي لو حبيت ربنا احب اعرف وصيا عشان ينفذها وعيش بيها وبقوتها لان نفس الكتاب بيقول الكلام الذي يكلمكم به روح وحياة يعني كل ما اقرأ الكتاب اخد قوة الروح ويعطيني حياة اه طبعا هو كده لان كلمة الله قوية وفعالة وامضة من كل سيفزي حدين اذا احنا بنقول تحب الرب الىك احب وعفظ وصياه وصياه صعبة لا وصياه سهلة اوي طب بعد الوصايا دي في ايه تاني اه يقول انا هديك وصايا تانية بسيطة لما واحد يجوع تأكله لما تأكله كأنك انت أكلتنا لما واحد يعتش تديه له الماء لما واحد اه عيان وهكذا الوصايا اللي موجودة في متى خمسة وعشرين الله هي دي صعبة لا ما دي ايه الاساسيات اللي انت تعيش بيها يعني سيد المسيح اللي هنا اساسيات طب هو لما اعمل الحاجات دي اخش الحلقة بدية يقول ما الحلقة بدية دي ايه خطوات عمل زي واحد نجح ودخل الكلية طب نجح ودخل الكلية يعني ايه يعني في الاول اول وصية ربنا قالها قال من امن واعتمد يبقى عندنا ايمان وعندنا معمودية دي بداية الطريق امنت وتعمت دخلت في السكة طب السكة دي ايه ها فيها توبة لان قال التلاميذ ان لم تتوبوا في جميعكم كذلك تهلكون وقال للتلاميذ روحوا وقولوا الناس توبوا لانه قد اقترب منكم ملكوت السموات المهم يبقى دي الخطوة امرة اتنين انا اتعمت سمعت الوصايا بتاعته اتعمت امنت وتعمت وبعدين ماشي كده طب وقعت اه لا وقعت من امديك فرصة من اه دي من ضمن العصايا بتاعتي بتحبني قول انا غلط يا رب بديني توبة واغفر لي الخطيئة اه حاضر انا ما شغلتي كده وراح يقول لنا امثلة جاب مثل مش امثلة حاجات حي يعني جاب المرأة الخاطئة جات عند رجليه وبكت وإلى آخره وبعد كده المسيح الله ايه اذهبي بسلام مغفورة لك خطياك الله يبقى لابد تتغفر لي الخطيئة وما الهرس الحل ابا ديز ازاي اخشها وانا مليان خطيئة ما تنفعش الباب بتاعها بيقول كده الباسبور بتاعي يكون فيه معمودية فيه الروح القدس وبعدين فيه لانا اتوب عن الحاجات اللي بعملها ما عملتش كده يبقى انا ماشي في الطريق بس فيه باب تقفل مش قادر اخشه والسيد المسيح قال لنا مسل عزارة الحاكمات والجاهلات كلهم عزارة كلهم عندهم مصابيح المصابيح كلها موقدة وكلهم نعيسنا ونمنا لكن لما صحيوا اقاء او قدوا المصابيح لكن بتاع الجاهلات ايه بتده يطفي لان ما عندهمش الرصيد والحاكمات شغال ومنور زي الفل ازا الوصايا دي بتخلي الواحد المسباح بتاعه منير مع انهم كلهم دخلوا البكان لكن اللي يستمر للاخر هو اللي يصبر هو اليارس يعني ايه يستمر للاخر يعني ماشي في وصايا ربنا غلط تاب بعد ما تاب عمل ايه اعترف وراح بعد كده هنكمل وبعدين ابتدى يعمل الخير زي ما قلنا كنت جعان وكل عشان قال كنت جعان خش الحال الابدية لما اطعمتني الله يعني مجرد ما اعمل كده يقول لا ده ليه مقدمات دي في البداية دي من ضمن السكة اللي واحد ماشيه دخل سنة اولى وعين سنة تانية وعين سنة تالتة بعد كده هنشوف سنة رابعة دي فيها ايه يقول له كل اللي انت عملته ده زي الفل دي الوصايا الحلوة طب ايه تاني يا رب يقول اه من يأكل جسدي ويشرب دمي يزبط فيه وانا أزبط فيه واقيمه في اليوم الاخير واعطيه حياة بقى دية الله طب انا مش اعمل كده من لا يأكل جسد ايه دي الانسان ولا يشرب دمه لا تكون في حياة يبقى اللي انا هتخرك بيه جسد والدم امشي بالوصايا دي لحد الاخر يبقى ارسل الحلقة بدي كده ماشي نصح في السكة حصل حاجات ورجعت زي ما بولس الرسول قال دي ماس تراكني ازا حب العالم الحاضر طب ايه اللي جرى ما ممشيش الاخر الخط جي نص الخط وق وق يهوزة ما كان ماشي مع المسيح جي نص السكة وق ساب الدنيا وساب الربنا وساب الوصايا ازا لما ربنا بيقول لي يحبني يحفظ وصياي زي ما قال للاخر النموس اللي بيسأله قال له تحفظ الوصايا تحب الرب لما حب الرب عمل ايه احفظ وصياه وينفزها ايه وصايا ربنا ده جزء اللي احنا قلناه طب وبعدين حاجة تانية اه يا حبيبي ده حاجات كلها سهلة تحب قريبك مثل نفسك يعني ايه احب قريبي يعني ليه انت تحبه لنفسك تحبه لقريبك مين قريبي هو الانسان الانسان في البشرية كلها مناش دخل بيدينه ولا بعقيدته ولا بلونه ولا بلغته ولا بمعيشته ولا بعلمه لينا انه هو انسان فانا احب هذا الانسان لانا قال كده الوصية تحب الرب لك والثانية مثلها تحب قريبك مثل نفسك الخير اللي اتمنى النفسي اتمنى القريبي وبعدين اذا قريب ده احتاج حاجة روح له ما هو كلمة لما واحد يجي يقول كنت جوعان مش مقصود بها فقط العيش ده احيانا واحد جوعان للاهتمام جوعان للحب جوعان للطبطبع عايز حد يطبطب عليه جوعان عنده مشكلة عايز يحكيها لحد حتى لو ما حلهاش عنده ضيق جواه هو ده الجوع اللي عنده الجوع نفسي جوع اسري جوع في اي حاجة موجودة ده اللي مقصود بيه مش بس حكاية تديله اكله شرب لا ده ده فيه حاجات عنده اهم من الاكل اشتركوا في القناة